في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة مبادرة 5 زائد 5 دفاع تتعاهد بتطوير التعاون متعدد الطرف بالعريض في الأحداث المغربية الدول الأعضاء في المبادرة أكدوا تعزيز التفاهم وثقة المتبدلين لمواجهة تحديات الأمنية المشتركة في المنطقة الاجتماع رفيع المستوى في الرباط لرؤساء أركان القوات المسلحة كرس تعاونا دولياً انطلق منذ العام 2004 لضمان الأمن الإقليمي في ظل تحديات كثيرة تطبع العمل في المنطقة تخبرنا هسبريس الاجتماع جاء بقيادات عسكرية من الصف الأول يتقدمها المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وممثل بلدان البرتغال إسبانيا مالطا فرنسا موريتانيا إيطاليا وليبيا هو الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة نعقد دون حضور الجزائر وتونس خلال اللقاء هذا جرى تقديم الحصيلة المرحلية لمخطط العمل 2022 قبل فتح النقاش حول أهم الأنشطة التي ينبغي إدراجها في مخطط العمل 2023 يكتب موقع إلاف رؤساء الأركان صدقوا على مخطط العمل 2023 توصيات الاجتماع تهم وفق سحارا ميديا تشجيع استمرار هذه المبادرة النهود بتكافؤ الفرص بين الجنسين مواسلة التعاون المتعدد الطرف بخاصة في مجالات السلامة البحرية الأمن الجوي مساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى وكذا البحث الأكاديمي والتكوين ترجمة نانسي قنقر